بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين نلتقي معكم بحلقات جديدة من برنامج انتموهوب عبر قناة إثراء من تلفزيون دولة الكويت ونقدم لكم سلسلة حلقات من ضرية نموذج رنزولي في الحلقات الثلاث وكيف تطورت الجوانب الكشفية من المعيار الأحادي إلى المعايير المختلفة ومن ثم دخولها في عالم كشف جديد تم دخول الطلاب بمحكات مختلفة وتم تصميم مقاييز تقدير الخصائص السلوكية التي ساهمت في تقييم الطلبة بجوانب لا تستطيع اختبارات الذكاء قياسها وكذلك إثراء الطلبة ببرنامج إثراء مدرسي شامل يهتم بتنمية الجوانب المعرفية والإبداعية والانفعالية والنفس حركية والقيادية وجميع الجوانب التي تلبي احتياجات الموهوب وتساهم في نموه وتطور العقل حياكم الله مشاهدين ومتابعين قناة إثراء من تلفزيون دولة الكويت بحلقة جديدة من حلقات برنامج أنت موهوب وإن شاء الله اليوم سنكمل الحديث عن النظرية التي أثرت مجال الكشف والتعرف وكذلك أثرت مجال الرعاية من خلال النماذج الإثرائية التي تم أعطائها لهؤلاء الطلبة الموهوبين فنحن تحدثنا أعزائي المشاهدين في الحلقة السابقة عن بداية ظهور النظرية التي أسميت بنموذج الحلقات الثلاث كما أسماها العالم جوزيف رنزولي وهي تتكون من حلقات ثلاث كما عرفتم معنا في الحلقة السابقة قدرات فوق المتوسط ومستوى عال من الإبداع وكذلك مستوى عال من الالتزام والإصرار في أداء عمل محدد والذي أثبت العالم جوزيف رنزولي من هذه النظرية أو من هذا النموذج أن الموهبة يجب أن لا تقتصر فقط على الجانب العقلي أو الذكاء فيجب أن يكون هناك إبداع وكذلك مثابرة أو دافعية وهذا الشيء قد يكون من خلال مثلا الإبداع البرامج التي تنمي التفكير أو تنمي مهاراته وغير من الأمور التي تساعد أنها تطور الطالب من الناحية الإبداعية وكذلك وجود المربين والمعلمين الناصحين للطلاب اللي ياخذون بإيدهم في جانب الالتزام والمثابرة فوجود البرامج التي ترعى الموهوبين من الجوانب المختلفة هي البرامج التي ستساعد على بلورة القدرات اللي تمييزون فيها طبعا جوزيف رنزولي بعد أن وضع هذه النظرية وضع برنامج إثرائي شامل لرعايتهم يعني نحن ليس الهدف من عملية الكشف أن نكشف عن قدرات هؤلاء الطلاب ولكن ماذا بعد الكشف وما هي الآلية المتبعة معهم وماذا سيقدم لهؤلاء الطلاب من أجل تطوير مهاراتهم وقدراتهم وإمكانياتهم طبعا صمم عملية الكشف نتيجة لهذا التعريف إلى وجود مسارين أول مسار عند رنزولي الطلب الفائقين اللي يبون درجات عالية في اختبارات التحصيل واختبارات الذكاء وهذه لا يقدر يحقق معهم الشرط الأول بكل عدالة ليش؟ لأن لما يقدم لجميع الطلاب في المدرسة اختبارات ذكاء من سيكون الناجح أو من سيعدي مرحلة الكشف أو يكون ضمن الطلب الموهوبين هو الطالب الذي سيحقق الدرجات العالية وكذلك أيضا الطلاب اللي عندهم تحصيل عالي فأخذ هذين كمجموعة من الطلبة ولكن الطلبة اللي تميزون بمستوى الإبداع العالي ومستوى الالتزام والدافعية هل ستكشف عنهم اختبارات الذكاء واختبارات التحصيل؟ طبعا لا ولهذا فكر جوزيف رنزولي وأعد لهذا الشأن قوائم تقدير الخصائص السلوكية وكان من أوائل المفكرين والعلماء في هذا الجانب لأن أنا إذا احتمت على اختبارات الذكاء فكيف سأقيم الجوانب الأخرى؟ والجوانب الأخرى تحتاج إلى أدوات مثل الجانب العقلي أو القدرات العقلية أو الذكاء لكن المقاييس التي أعدها يجب أن تعتمد على طريقة محددة في تقييم هؤلاء الطلاب المسار الثاني اللي اعتمد فيه جوزيف رنزولي على ترشيحات أولياء الأمور وترشيحات المعلمين للطلبة اللي عندهم مستوى عال من الإبداع وعندهم مستوى عال من الإصرار والالتزام في أداء مهام محددة طبعا مقاييس تقدير الخصائص السلوكية اللي أعدها رنزولي سوت ضجة وثورة آنذاك إن في مجالات نقدر أن نقيم فيها الطلاب غير اختبارات الذكاء والاختبارات التحصيلية ولكن يجب أن تتطلب هذه المقاييس أن يتم مراقبة الطلاب لفترة طبعا لا تقل عن شهرين وأيضا يجب أن يكون المعلم أكثر معرفة ودراية في الطالب يعني كثر ما عرف المعلم الطالب كثر ما قدر يقيمه لأنه في النهاية عبارة عن ماذا؟ عبارة عن قوائم هذه القوائم تكون في جوانب مختلفة يعني لما يا جوزيف رنزولي أسوى مقياس تقدير الخصائص السلوكية سوى سنة 1970 يمكن بشم مقياس سنة 76 طور المقياس وضاف عليه مقاييس سنة 2002 تقريبا مقياس رنزولي صار من أجمل المقاييس لأنه صار يحتوي على 14 بعد من الأبعاد التي تقيس الجوانب المختلفة لدى الطالب والتي لا تقيسها اختبارات الذكاء طبعا لمن ينتكلم عن المقاييس بشكل عام أو الترشيحات فترة الترشيحات في البداية تتطلب أن يكون المعلم واعي ويكون المعلم أيضا لديه الخصائص اللي يستطيع أن يقرأها في بداية مثلا السنة الدراسية بحيث أن نحن هذه السنة الدراسية نبينكشف عن المبدعين نبينكشف عن الطلاب المتميزين في العلوم مثلا أفرض أو في القراءة أو في التخطيط أو غيرها هذه القوائم لما يقراها المعلم جدامة مجموعة من الطلاب ما بين الطالب العادي والطالب المتفوق ولكن التفوق لا يعني أن الطالب لازم تكون في كل هذه الخصائص فقد يكون طالب عادي إلا أن طالب يكون مرتفع من النواحي الإبداعية قد يكون طالب عادي ولكن مرتفع من النواحي التخطيطية أو القيادية أو غيرها من أمور فيقوم المعلم باختيار الدرجات بناء على ما يشاهده من سلوكيات وتصرفات لهذا أسميت بقوائم تقدر الخصائص السلوكية للطلاب لأن نحن في النهاية عملية الكشف والتعرف هي عملية تعطي مؤشرات وليست ثابتة لأن تتغير المؤشرات مع تغير سلوكيات الطلبة ولكن وجود هذه النقاط في القائمة أو في الورقة التي عند المعلم هي ما تعطي أدلة أن الطالب يتميز بهذه السلوكيات طبعا قوائم تقدير الخصائص السلوكية في عالم ترشيح المعلمين أخذت ضجة آنذاك والكثير من المربين الفاضلين في مجال الكشف والتعرف حاولوا أنهم يمشون على ممشى العالم جوزيف رنزولي وبلشوا يصممون قوائم للترشيح خصوصا لمراحل رياض الأطفال التي لا تعتمد على الاختبارات وأيضا من الجميل أن الكثير من الدول العربية عندما شاهدت أهمية قوائم الترشيح وعدم الاعتماد فقط على الاختبارات بدأت النهضة وبدأ النظر إلى القوائم هذه بأنها كنز يساعد على الاكتشاف فتمت عملية الترجمة في دول كثيرة مثل الأردن وأيضا السعودية والبحرين وكذلك الكويت ومو بس ترجمة وإنما حاولوا أنهم يقننون المقاييس يعني يحولونها على البيئة الموجودة فيها الطالب لأننا لا نستطيع نفصل الطالب من بيئته خصوصا أنه فيه الطلبة يعيشون في بيئات أجنبية وطلاب يعيشون في بيئات عربية تم موائمة مقاييس تقدير الخصائص السلوكية لتتناسب مع البيئات التي تم فيها الكشف عن الموهوبين ترجمة نانسي قنقر